أول سؤال عايزة أسأله لك هو إيه اللي خليك تدخل أصلاً السوشيال ميديا؟ زي ما تقولي كده كان عندي وقت بس هو ده السبب الوحيد كان عندي وقت كنت عايزة ملاب أي حاجة حاولت أن أنا أجرب حاجات كتير حاولت أجرب رسم حاولت أجرب أي حاجة تعلمت حتى مكساج الصوت بدأت أتعلم حاجات تانية كده على جنب برمجة ما رفعتش معي خالص حسيت بملل بعد كده يلا بينا بوستات على فيسبوك على انستجرام ما كانش فيه فكرة يوتيوب دي خالص يمكن يوتيوب بوقتها من 7-8 سنين ما كانش بالنفس الانتشار بتاع النهاردة ما كانش فيه تيك توك ما كانش فيه الحاجات دي كلها فمجرد بوستات بس على فيسبوك منلخص شوية معلومات علمية فيها بعض التاريخ وبعد كده البوستات دي تحولت لسكريبتات بعد كده بقت حلقات على يوتيوب ومن هنا بقى الموضوع جمعنا بعد تقريبا سنة سنتين من كتابة الحاجات دي على فيسبوك طبعا ما كانش بتلاقي انتشار وبرضو فيسبوك يوتيوب ما كانش بيلاقي انتشار هو كمان بس يلا أنا أعمريه طب وليه اخترت التاريخ بالذات؟ التاريخ ده حب من الطفولة من ساعة معرفته حاجة اسمها ليه علاقة بدراستك؟ لا لا بالطفولة هي الدراسة في الاعدادي والسانوي والحاجات دي المدرس اللي كان بيديني تاريخ هو اللي حبيبني في التاريخ كان بيحكي لنا الموضوع ما كانش معقد خالص أنا حتى بستغرب لما حد بيقولي ان انت بتبسط لنا التاريخ أنا متعود ان التاريخ اصلا بالشكل ده بالشكل المبسط ده وبناء انا عليه حبيته يعني التاريخ هو جه من هنا من زمان خالص الدراسة بس من اعدادي وسانوي مش ملوش علاقة بالجامعة خالص طب وبعد كده درست ايه؟ درست هندسة هندسة مدنية تحديدا اللي هي بقى ايه بالزبط؟ اللي هي بقى خرصانة اللي هي صب مسلح حديد اسمنت الحاجات اللي هي كلها شمس وعفر يعني مالهاش اي علاقة خالص بالمحتوى انت بقدمون دلوقتي على السوشيل ميز مالهاش علاقة اصلا بمسكة الموبايل والكاميرا مالهاش اي علاقة بالحاجات دي خالص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر